موسيقى 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 هذهciones موسيقى في نهاية السنة وهذا مسألة يعني إيجابية بالنسبة الاقتصاد الوطني المشروع للقانون المالية اللي جات بالحكومة هذا السنة الحكومة الجديدة على إيتي حالك يبقى في إطار الاستمرارية ديال الإصلاحات الهيكلية اللي جات في البرنامج الحكومي ولكن كذلك يستمد ملامح دياله من توجهات الملكية خاصة في الخطب الأخيرة يمكن نقولوا بأن هناك استمرار في دعم الاستثمار الوطني النسبة ديالا استثمار كبتقى مهمة رغم الاقتطاع اللي كان وقع سنة 2013 186 مليار ديال الدرهم كتشكل فيها القطاعات المؤسسات العمومية يعني حصة الأسد استمرار في دعم المقاولة ودعم الاستثمار وتسهيل الحياة بالنسبة للمقاولة على المستوى الاجتماعي هناك استمرار في دعم آليات التماسك الاجتماعي وفي إيجاد موارد أخرى لتعزيز هذا التماسك الاجتماعي هناك كذلك الحرص على التوازن ديال المالي العمومية عبر إصلاح ديال نظام مقاسة والدخول في الإصلاح الضاربي فيما يخص هذه الإصلاحات ممكن نقولوا بأنه كنا ننتظر أن تأتينا في مجال الإصلاح الضاربي اللي كان نربطه بالإصلاح المقاسة تأتي واحد تصور متكامل لهذا الإصلاح بالضرائب الأساسية ديال التيفيات ضريبة على القيمة المضافة ضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ما لاحظناه وأن هناك بوادر ومنطلقات لهذا الإصلاح في هذا المشروع كان هناك توسيع الوعاء عبر إدماج القطع الفلاحي في التضريب هناك لحد كذلك من الإعفاءات الضريبية وثقة اللي يمكنني أعززها هذا المشروع فيما يخص ثقة اللي كتربط بين المنزمين وبين الإدارة من خلال بعض التدابير اللي جاء فيها الإقرار الإلكتروني أو الأداء الإلكتروني تسهلاً لحياتي المقاولة على المستوى الحزبي كان نقاش عبر الألية ديال اللجنة الاقتصادية للحزب كذلك على مستوى المكتب السياسي وعلى مستوى فرق ديال البرلمان فرق الحزب في البرلمان عليتي حال الفريق التقدم الديمقراطي يعني استمد مقترحاته من هذا النقاش اللي يدار هذه المقترحات تم المناقشة ديالة في إطالة أغلبية أعطينا اقتراحات فيما يخص المجال الإصلاح الضريبي تقدمنا في مجال التفية بنسبة عالية التفية ديالة 30% على الكماليات على الاتحال الأغلبية قالت بأنه الإصلاح الضريبي أو المناظرة الوطنية ديالة الضريبات جات بتوجه هو أننا نمشي لنسبتين وبالتالي لقينا واحد صيغة كيف يمكننا نوصل الهدف ديال المساهمة العادلة لكل شرائح المجتمع وخاصة فئات الميسورة في المجهود الوطني وبالتالي تم اقتراح يعني ضرائب شبه أو إجراءات شبه ضريبية فيما يخص السيارات الفاخرة وهناك نقاش مستمر اللي غيكون فيما يخص يعني كاليوخوت كالدراجات النارية الفاخرة ولكن كذلك في واحد عدد المواد السهلاكية اللي كان حسبه احنا يا كنسميه بروديو دوليكس يمكن كذلك تفعيل الضريبة على السهلاك في هذا المجال الهدف هو أنه نصل لهذه العدلة الجبائية ثم كذلك هناك اقتراحات ديال حزبنا في إيطال أغلبية على مستوى الضريبة للشركات وعلى مستوى الضريبة ديال الدخل حيث نريد أن نعطيه واحد النوع ديال الاستدامة للمداخل ديال هات الضريبتين اللي هما أساسيتين بفرض يعني نسب مرتفعة وفي إطار ضريبة يعني تساعدية لامبو بروغريسيف حيث نمشي نصله النسب عليا بالنسبة لهات الضريبتين اللي باش نعطيه واحد المساهمة عادلة تم كذلك في هذا المجال يعني اتفاق مع مكونات الأغلبية لأننا ننتظروا ننتظروا الانتهاء من الإجراء الاستثنائي اللي كان جات به الحكومة في السانتين الماضيتين ديال المساهمة الخاصة أو المساهمة التضامنية ديال الضريبة على الشركات وديال الضريبة على الدخل بالنسبة للدخول العليا وهي مساهمة جات لدعم التماسكي الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك تم كذلك فئة الأغلبية تقدم الفريق جنة بتدابير تروم إلى تقييم البرامج ديال دعم التشغيل وإنعاش تشغيل من خلال الحد من مظاهر الهشاشة اللي كتمس بعض البرامج كبرنامج إدماج اللي لاحظنا بأنه كيستم استغلالها من طرفي المؤسسات والشركات الكبرى في الوقت اللي بغينات توجه أساسا أولا لدعم الشغل ولكن كذلك لدعم رفع من نسبة أطير دي المقاولات الصغيرة المتوسطة كذلك تقدمنا بتدابير وباقتراحات فيما يخص إنعاش السكن الموجه للطبقات المتوسطة وفي مجال دعم السكن المعد للكراء وانتجاما مع ما جاء به البرنامج الحكومي ومع ما يقوم به القطاع كذلك في هذا المجال من دراسات اللي كانت أعتبرها جدا متقدمة تقدمنا بعدة تدابير تروم أولا إلى وجود يعني وضع آلية ديال دعم للكراء وضع آلية ديال ضمان الكراء في إطار تعزيز استيقى بين المكري والمكتري نعرف بأنه الحكومة جوت قانون أساسي اللي تم مصادقة عليه قانون هذا حقا غي يعزز الترسانة القانونية في هذا المجال ثم كذلك هناك التدابير اللي تقدمنا بها لتشجيع الاستثمار في العقار المعد للكراء ونحن نشوف بأن التدابير الضريبية ستكون مكملة للتدابير القانونية لإجراءات القانونية اللي جثت بها الحكومة من خلال قانون ديال المكري والمكتري واللي من شأنها أن تعزز استيقى بين هات الطرفين وتنعش هذا المجال حيث كنعرفوا بأنه مليون ديال المساكن في المغرب مغلقة والحاجيات ديال بلادنا هي 800 ألف وبالتالي خصنا تدابير باش نشجعوا الناس أنه ميكروا المساكن ديالهم باش نمكننا نخرجوا من الأزمة ديال السكن نحن في المغرب ما عندناش أزمة ديال ديال العقار أنه أزمة ديال السكن للأسف وبالتالي هنا الحكومة وعدتنا بأنه سنة 2014 سيكون كباب على هذا المجال و سنجي غجي الحكومة بمجموعة من التدابير في هذا الشأن ترجمة نانسي قنقر